هل لديك ثقة بالفوز سيدة سارة؟ عفوا ما استمعتها هل لديك ثقة بالفوز؟ ان شاء الله يعني انا متفاعلة واكو اكو تفاعل ويايا كوني انو انا شابة وجه جديد حتى لو انا وجه جديد همينة يعني اكو هواية وجوه جديدة بس عندي خلفية حمد الله وشكر انو انا من الوطنية وهذه الكتلة معروفة انو هي ما متلطخة لا بالدم ولا بالفساد الناس للأسف همينة فقدوا ثقتهم بالانتخابات بسبب اللي صار بألفين وعشر وماذا تقولين سيدة سارة للذين يردون على كلامك هذا ويقولون انت صح وجه جديد ولكنك تمثلين كيان سياسي قديم وليس بالجديد اي نعم بس احنا كيان وطني ومدني واهم حزب اهم كتلة وطنية وما متلطخ لا بالدم ولا بالفساد حمد الله وشكر واصلا الناس يعني اللي هسا من خلال يعني احنا دنعه في الشعب هو مل من التطرف التطرف السياسي وملت من هاي الاحزاب المهيمنة بالبلد اللي اعتمدت سياسات الطائفية جميل الانتخابات الانتخابات يوم عشرة احنا احنا اصلا احنا اهدافنا وطموحنا قريب من ما يريدها الشعب العراقي الانتخابات يوم عشرة هناك رقابة دولية ستجرى على العملية الانتخابية يعني هل تشكون انتم في اتلاف الوطنية من ان هذه الانتخابات قد يشبوها التزوير مثلا الانتخابات المقبلة يوم عشرة وهناك رقابة دولية على العملية الانتخابية وان كانت باعداد محدودة ليست بالكبيرة هل تشكون انتم في اتلاف الوطنية من احتمالية حدوث تزوير للانتخابات يعني المراقبة بس ممكن يساعد في يعني الى درجة محدودة مثلا هذول المراقبين ما يقدرون ينزلون بمناطق وين الموجود السلاح المنفلت التلاعب اللي ممكن يصير ما بعدها همانا يعني اكو عزوف قوي احنا هسا دا نحاول نحفز الناس ان يروحون يصوتون حتى ممكن يحجمون هالتلاعب اللي ممكن يصير بس هاي المراقبة ما ممكن تحجم السلاح المنفلت ولا ممكن يتحجم العزوف اللي راح يصير فهي يعني يعني ما اشوف انه هي راح يكون لها تأثير شبير حقيقة اشتركوا في القناة